السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جيت نهدر على واحد ظاهرة تبلى بها اليوتيوب هذة الأيام الأخيرة ظاهرة القنوات اللي كتدير الحكايات ما كنهدرش على الناس اللي كيديروا حكايات فيها عبرة وفيها رسالة وفيها مغزة لا أبدا كنهدر على القنوات اللي كيديروا حكايات جنسية كلها متعلقة بالجزء السفلي من الجسم هاوي لحي الواحد يتصنط ليكم خاصوا يمشي دير روس الأكبر وحتى اللي عمرو خان غتفتحوا لي الشهية الخيانة وحتى اللي الأطفال يعني الأطفال اللي باقي ما طلعتش لهم نباتة غيوا يجنابهم يحكوهم وحتى اللي مزوجات غتخليهم يفكروا في التعدد تعدد ليهم ماشي لرجالهم وماشي بعيد تولي المرة الجاهلة اللي قد تصنط ليكم طمع في الدر اللي يجيب لها البطل الدار ولا تغمز الخط دار من اللي يعبر لها كلو ما طيشها تولي الغمزة حسب الكيلوات كل ما كطروا الكيلوات تكتر الغمزة وتولي التنميذة تفكر في الأستاذ وتنسى الدرس ويولي الأستاذ يدير درس التوالد وخيكون يقرر الإعراض بالمختصر المفيد أبغيتوا المجتمع كله تولي فيه الدودة يباليكم بنادم غادي ويفيبري ما تعرف فيه بوتفتاف ولا سخن عليه الحال والنعت البادال صافي ديروا لنا حمام مختلط وتعناه وقربوا المسافات ستولي البنت تبلغ ويفكر شمها حيث امها قد تصنط لحكايتكم بالزينة ومشي بعيد يقولي الدرية الزاد يقول لما أمي بغيت نتجوج الدرس الكائنات الحية والدود ما غايبقاش يتدرس في التربة يقولي الدرس في جسم الإنسان ويقولي الأستاذ يشرح الدودة اللي في الإنسان ماشي شارطة ياليك تكون في مصار نولا الدودة الأخرى ومع كل شي غايبري مشي بعيد يجي الزلزال مع كترة الفيبرير وتقولي الكرة الأرضية تهيد فيبري وطمع لنا في القامار ومحنا في باس يغضب القامار وما يبقاش يضوع لنا يعجبوا الحال ويخلينا بلا نعاس مع كترة الضو اللي غايبوع لنا هذا هو المحتوى اللي بغيته تنفعه به الناس قلة اللحية والأدب وقلة العفا على هما كينش قصص ديال قارئة القرآن اللي فازت بجائزة دولية ولقصة أول ربان الطائرة مغربية ولقصص ديال نساء مناضلات ربوا جيل قوي جيل صالح رجعوا للتاريخ وشوفوا القصص الحقيقية اللي كتشرف البلاد أش من قيمة مضافة عطيتوا لبلادنا مليكة تعطيوا صورة قبيحة على المغاربة وش المغاربة كلهم تعرضوا للاغتصاب ولاش نواقع بالضبط أش من عبرة أننا نعرفوا وحدة نعسات مع محرم دياله حسبونا الله ونعمل وكيل فيكم القصص جابيها القرآن الكريم باش يعطينا عبر نستافدوا منها على الأقل كنتوا تديروا قصص تنفع الناس وتاخدوا عليها أجر من اليوتيوب وحتى من عند الله أما دابا كتجروا كيف الكلاب الضالة على فلوس الأنسنس ومعرفتوا أدخل عليكم كيف السحت هاد القصص كيسمعوها مراهقين هتخرجوا عليهم فتحتوا العينين على شحويش غابرين وخطوط حمراء في المجتمع ديالنا هيجتوا النفوس على الحرام خليتوا المستمع يتخيل العملية كيفاش كتدوس وبأضق التفاصيل دياله كتغرسوا الطاقة السلبية في المجتمع كتاخدوا غير الدنوب ومحاسنش حكيوا شي حكاية لي فيها عبرة للشباب وتحفيز على العلم وتشجيع التنافس والطموح والغريب هو النساء اللي كيحكيوا هذه الحكاية واش ما عندكم ش عائلة تسنط ليكم ما عندكم ش أسار تحكمكم من سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ركا تاخدوا الدنوب ديال الناس اللي كتخرجوا عليهم قناة في اليوتيوب ركا تبقى وتقدر أنت تموت في أي لحظة ويبقى الإنجاز القبيح اللي دارتي منشور الأجيال وأجيال وما حدهم يديروا في الدنوب وانتكا تزمعهم تتقل بازليكم ما خفتوش من العافية لهالدراجة فلوس اليوتيوب كتعمل عينين فرحوا بالمشاهدات وزيدوا فرحوا رأي الحساب عند الله كيتجمع ليكم حكاية منسوجة من الخيال عندها موضوع واحد كيتغيروا فيه فقط اللي ممتيلين والموضوع هو الجنس نيضة فيكم النعرة يا ربي السلامة انتم إما مكبوتين وكتفرغوا الكبت ديالكم في هاد القصص المعفنة أو فعلا تعرضتوا الأشياء بحل هاد القصص وخلاتكم حاقدين على المجتمع وبغين تدمروه كيف تدمرتوا نفسيا بلا شك عندكم عقد نقص في شي جهة حنا في أزامات على جميع الأصعيدة محتاجين ناس صغيرت فينا الطموح وتشجع الوليدات على الدراسة وعلى الخير وعلى النهوض بالأمة الإسلامية اللي طحت الأرض محتاج اللي يغرسلين البسمة ماشي اللي يفكرنا بمشاكيننا ثم كتعودوا فقط قصة فينا هو الحل حتى صاحب القصة ولينا افترض أنه موجود أشنو استافد هو بغي الحل ماشي بغي يعود يسمع مشكلته اللي أصلا هو بغين ساعة بحل هاد نوع ديال حكايات ممكن يحكيهم مثلا أخصائي نفسي أو محل الاجتماعي ويعطي المشكل ويعطي الحلول للناس هادي هي العبرة أما تعودوها وتخليوا بنادمي تخيل الأمر والمكبوتين يتفرجوا فيكم رغير كتزيدوا تشجعوا الأمراض النفسية اللي ينخرط لمجتمع وسوساته انتوما كتشجعوا مثل هاد الممارسات لا أخلاقية ماجا بها لدين ولا ملا مبقاش عندكم الحياء والحياء شعبا من الإيمان إلا مشى الحياء راتخافوا على إيمانكم يمشي بغيت غير نعرف واش انتوما كتصليوا وكتقولوا إياك نعبد وإياك نستعين وانتوما كتستعنوا بالشيطان لزين لكم أعمالكم الخبيطة والدنيئة في موقع الإسلام واب وهو موقع خاص بالفتاوى الدينية تطرح واحد السؤال السائل كي يقول هل الحديث في أمور الجنس مع الرفاق والتنفيذ عن الهموم الجنسية دون شتم أو قذف أو تعيين شخص بذاته هل هذا حرام بين شباب عزاب غير متزوجين يحبون إطفاء الشهوة بالحديث فقط الإجابة شنوية الكلام في الجنس مجرة للشرور والمسلم يحفظ لسانه عما يخاف منه الشر وعلاج الشهوة بالزواج وإلا في الصوم وشغل القلب بما يسلي عنها مع صحبة أهل الخير والبعد عن رفاق السوء وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وشرح هذا الحديث أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور مصلحته فلا يتكلم والكلام مع الشباب في هذه الأمور قد يجر إلى بعض الشرور والآثام فيحصل منه تمني الوقوع في الفواحش أو التفكر في محاسن النساء أو الاستمناء وكل هذا محرم شرعا والوسيلة المشروعة لإطفاء الشهوة هي الزواج إن تيسر وإلا في الصوم وإعراض العبد بقلبه عن التفكر في الجنس وشحن وقته بتعلم علم نافع أو عمل صالح أو التسلي بما يفيد من رياضة مشروعة أو قصص مسلية هادفة مفيدة ومن ذلك قصص السير والأنبياء والسلف الكرام وكذلك قراءة القصص المثيرة للشهوة وما فيها من بذاءة وفحش وتخيل ذلك كله من الأمور المحرمة لما يثير من غرائز كامنة ويؤجج من نيران الشهوة كما أنه يكذر القلب وهو من وسائل الوقوع في الحرام وسبب لمقارفة الفجور والآثام كلامي موجهة لبعض القنوات اللي تاجد لهذا الطريق انتقادي هو نصيحة لك بغيتي تاخده مرحبا رافي غير مصلاحتك ولما بغيتي اشتاخد به وعمالك الشيطان العينين فكلامي موجهة للمتتبعين خذوا الحذر من هاد السم اللي كينفتوه في القنوات وردوا البال لوليداتكم ليكونوا يسمعوا بحال هادشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته